اشتركوا في القناة اما في عيد الحب وقفة خاصة ضمن فقرات صباحنا غير عن جديد صباح الخير والساعة الثانية وانتقلنا الى جلستنا اللطيفة الصباحية اللي فيها مندردش مع ديوفنا على قضايا مهمة يمكن العنوان اللي احنا اخترناه مثير للغرابي طبعا غريب كيف ممكن معنف وضحيته يكون في بنات شكل من اشكال العلاقة الاجابية وبفكر بنا ناخد النقاش لمحل اوسع كيف ممكن احنا كمجتمع وقديش عندنا القدرة ننظر كمان للمعنف او للمجرم نظرة ايجابية هل هو بمحل معين احنا كمجتمع اخفقنا هل تعرض لازمة معينة لهيك في عنده هالي المجرم عن جد انا ممكن اكون ظالم انه انا مش راضي عنه لهذا المعنف او ما في وفاق على كل هذه الاسئلة راح تجيبنا المحامية عن مركز عدالة عبير بكر صباح الخير لحضرتك صباح النور مش مركز عدالة زمان مش مركز عدالة زمان مش مركز عدالة المحامية عبير بكر صباح الخير لالي صباح النور اوكي كيف ما حكت عفاف العلاقة بين المعنف والضحية هي غريب وغريب جدا لما منسمعها انه تكون فيه علاقة ايجابية معهن هل هناك دور للقانون حتى عشان يتحقق هذا الأمر يعني نحكي عن المستوى أيضا إذا بدك المجتمعي الاجتماعي الأسري القانوني كل هذا بيسلي واحدة طلعوا إحنا اعتدنا نظر لقضايا العنف كبالفعل كمجرم وكضحية وفي عندك المجرم يجب أن يعاقب الضحية يجب أن نحميها من المجرم نوفر لها بيت آمن وما إلى ذلك وسوله مرة اعتدنا أن ننظر إلى الأمور بشكل اللي هي عندنا ظاهرة اسمه عنف أسري على سبيل المثال تعالوا ننظر للطرفين وأنه صار العنف يعني الحدث العنيف صار الأمرأة عنفت بهاي الحال أو الأطفال وفي عندنا الرجل عنيف إذا منلاحظ الأول إشي من الظاهر ومنرفع الشعارات واللافتات هو أنه بدنا الشرطة تشتغل وتحاكم الرجال في هذه الحالة وكمان أنه توفر حماية للنساء نقطة بس أنا لما ننظر للبعد يعني إذا أنا بدأت طلع للمدى البعيد هدفي دايما أني أنا بدي أقلل من ظاهرة العنف عامة وكمان الحالة العينية بدي أحلة كثير الأحيان أنه الزوج وزوجي صار في عنف أسري تشكت عليه وبهدي كل لحظة بالفعل كان لازم أن تقدم شكه ضده لإبعاده لحمايته وحماية أطفاله لكن إيش فيما بعد؟ هل أكتفي بوضعه في السجن ومعاقبته وبعد سنتين يرجع على البيت هل أنا هيك حالات مشكلة؟ أنتو بتعرف أنه في كتير حالات كمان النساء بتتشكه المعيلي المركزي بيروح من البيت بيتبقى لحالة مع الأطفال فيه كمان إحساس أنه مع الوقت زي أنا سمحته وكأنه بطل في عندها الغضب أني بدي أعاقب بتصير هي بدها أنه يرجع على البيت مش دائما لمصلحتها يرجع ليش؟ لأنه عم تحكي على رجل عنيف رجل عنيف لازم أوفر له الطرق لحتى يتعالش صحيح وقد يطاكه إساء الإمكاني الوحيدة أنه أنا أكشف كمان وأعرف شو أسباب العنف ليش هذا الرجل بشكل عيني وعامة ممكن يحكي عن إشي اللي هو ظاهرة إحنا مش منتبهين علىها بس العلاج ممكن يشخصها لأنا أنتبه لحالات قادمة إنه هذا ممكن الحالة الأسرية هاي ممكن إنه تتطور لعنف وهذا بس عن طريق أني أنا شخصت حالي تاني بمعنى أنه أنا يجب علينا أن ننظر للحالات بشكل ليو شوي أكتر مركب من الأبيض وأسود إنه أنت ضحية وإنت معنف أنت فوت على السجن وإنت روحي خليكي مع ولادك وروحي على الشؤون الاجتماعية لا لأنه فكرة إذا أنا بدي مصلحة الأطفال مصلحة الأطفال كمان يحسوا أنه إني بكنف عيلي يعني عندنا أب عندنا أم العيلي مكتملة أو على الأقل فيه وفاق بين الطرفين مش شرط داخل نفس البيت ولكن فيه وفاق الأطفال بيصفوا بهذه الحالات بيزوروا أبائهم بالسجن يعني أو يمنعوا حتى من زيارة الأب داخل السجن ومش شرط هذا الإشي بالنهاي الأب رح يخرج من السجن فأنا لازم كمجتمع أيضا أفكر كيف أنا هقدر أحقق لهاي العيلي تحديدا أنه هي تعيش بأمان لأن ما اختاروا تعالوا نقول أنه زوج وزوجة لم يختاروا الانفصال نتيجة للعنف أنه قالوا إحنا أنا نعطي فرصة إضافية بس أنا بدي أضمن أنه هاي الفرصة الإضافية ما تولد كمان مرة يكون فيها مسببات لحالات عنف فبالتالي أنا من البداية بقول أوكي أنتو هذا خيارك وخياركو شرعي تعالوا نشوف داخل السجن ماذا يجري داخل السجن تعرفوا إذا هو بيعرفش لغة عبرية هذا الشخص داخل السجن لن يعالج يعني أنا مجرد هاي الشغلة يعني بس احتجزته فيما كبعدته فصلته عن العالم الخارجي يعني حماية مؤقتة ولدت بالزبط هيك أنا بس أبعدته عن الضحية عنده الغضب بس قاعد يزيد عم بفيه دب ولا بأي إشي بس أبعدته أبعدته عن أولاده أبعدته شرعي يعني هو لازم منها العقوبة ولكن أنا هاي العقوبة بدي أستغلها لمحل لهو ما يتولد عنده طاقة سلبية تجاه زوجته أو أولاده وكأننا نوظفه كمان لمحل علاجي وإن أهله يرجع يكون في بيته أو بمجتمعه عبير عم تحكي عن توجه كتير منطقي وإنساني وشرعي بس سؤالي لقيلك إحنا اليوم شو بنقصنا لحتى نطبق هذا التوجه مؤسسات القضاء يتعامل مع هذا إحنا كمجتمع نتعامل مع هذا الموضوع برحابة صدر؟ أولا كمجتمع لا أولا لما الشخص نفسه حاليا الشخص المعنف لما فات سجن عشان ضرب مرته إحنا حطناها بخاني سلبية وهو عارف حاله بين قوسين خريشي زجون وإن هذا بضرب مرته ماشي داخل السجن مش كمان يعني ما في فخر كتير لهؤلاء الأشخاص أوكي بس مش بس هذا الموضوع مش تمجتمع أن أنظر إليه أنه أنت عنيف أنت عملت غلط وعم تدفع غلط بس أنا كمان كمجتمع بدي أساعدك أنك ما تعيد على غلطك لا مش أتكل عليه دبر حالك طب إذا بعرفش لغة عبرية عدم معرفة اللغة العبريك زي ما حكيت لشخص عربي داخل السجون تمنعه من أنه يقدر يشترك بيشارك بهاي فين هناك زي حلقات علاجية داخل السجون هذا بأثر أيضاً على إمكانيته يطلع إجازات بيتي يطلع يقدر يخفض من حكمه مستقبلاً الإشي بس يعني بزيد عنده الإحباط بصير أكتر محباط هو من البداية محباط الرجل عنيف هو رجل محباط من البداية عنده الإحباط تاعه بحطه بالعنف الجسد لذلك أنا عم بعمل بس ضرر لذلك علينا ألا نكتفي بأن ننادي بالعقوبة عاقبه عاقبه وننسى كيف العقوبة عم بتكون عقوبة هاي الأشخاص لازم تكون بشكل اللي أيضاً يخدم الضحية ويخدم هذا الشخص يمكن عبير من جهة القانون هو عاقبه هذا المجرم وهذا الجرم اللي عم برتكبه ليكون عبرة لمن لا يعتبر وبالنهاية حتى للمعلومات اللي مكشوفة كيف ما حضرتك عم تتفضل ومنطرح هذا الموضوع إنه مش راح إحنا نكون كفو أو الكلمة الأصح إنه متحين هذه الفرص لتأهيله ولا تدريبه ولا إقناعه عن يعدل المصار الأصح وهذا انت جزائك وكأنه ضعف أو ضعفه نص لأجل إنه يكون عبرة لمن لا يعتبر أولاً ممكن توجه أولاً شهادة توجه القانون برفضه لأنه الجزاء اللي أنت بتأخذه هو عدد الأشهر أو السنوات اللي ينزل بحقق بالمعكمة كيف تأدي هذا العقاب تأديته داخل السجن عمالياً القانون بالعكس بقول ممنوع إنه يكون فيه أي ممارسة اللي قصدها انتقام بمعنى خليك دربت مرتاك من ناحية أنه تطلعش إجازات لأنك دربت مرتاك لا قانون بقوله أنت على هذا حكمك ولكن أنا يعني بعطيك فرصة حتى تطلع إجازات بيتية مرة بالشهرين مرة بالشهر إذا أنت استوفيت معايير معيني نفرد أنا بعرف أنه أغلب وفي كتير سجناء عرب ما بيستوفوا معايير كتير إلى الخروج للإجازات لأنه قضية لغة لأنه أمور خاصة بعدم حتى إتقانن كتابي قراءه كتابي طب هذا أنا لا إلي بيقول أنه الشغل على الأمية ومحبو الأمية لازم يأخذ يتعامل أنه هذا يعني الرجل الأمي بره الاحتمال أنه يكون عنيف أكبر والاحتمال أنه يخرج من السجن عنيف وما صارش معه أي إشي إيجابي أكبر وأكبر وأكثر يعني فهذا بيقول لي أنه أنا في ظاهرة الأمية لازم أعالجة عند الرجال في ظاهرة يعني فيه أمور اللي أنا بكتشفها بس عن طريق العلاج يعني وبعرف لا تافع بير شو عم بفكر أسفل أني عم بقاطعك لما عم بتقولي ذكرتي قبل موضوع أنه شخص بالسجن بحكيش لغة عبرية وإسا عم بتقولي أمي وعم بقول يعني قديش مهم أنك عم تذكر هاي النقاط لأنه إحنا بمحل معين منعيش بفانتازي معين أنه بمجتمعنا مش موجود بعد ناس أميين يمكن يكونوا الأميين والأميات جداتنا اللي كبار اللي ما قبل يعني أنت حتاتي قسة قدامنا مشهد اللي عن جد بحطنا بمحل مسئولية بعد طبعا إحنا عدم كل ردود فعلنا عم بتكون أكتر شعراتية من أنه عن معرفة لما أنت تنزلي هيك للحقل والميدان وتشوف الناس وتلتقي واللي بتعرفي بيكون مش مشخص مرض نفسي عنده لكن أنت بتعرف ناعد قدرات عقلية كتير متدنية اتخاذ قراره يعني أنا ما بصيرش ألومه بنفس المقدار اللي بلوم نفرة زوجي اللي هو قدراته العقلية غير على نفس التصرف بقدرش فيه أنه أنا بتعمل مع واحد قدراته أنه يميز ما بين حدودك وإلزم حدك وإلي حق على جسدي أنه تخيل يا حدا أنا شخص أنه عنده يعني قدراته العقلية متدنية أخاطبه بمفهوم اللغة إلي حق على جسدي عم تحكي بلغة صنية بالنسبة إليه يمكن طبعا فلذلك أنا بقولك إلي كان قدراته القانون والعقوبة أنا من ناحية المحكمة بشوف الشخص ضرب زوجته وفي عقوبة اللي القانون بحددها بحطه بالسجن بناءًا عليه مش كتير بتعامل مع محدوديته هون العلاج بيجي لذلك مهمة كتير على الأجندة نفحص شو عم بيصير مش بس مع الأسرة السياسيين داخل السجون شو عم بيصير مع السجناء الجنائيين جوا شو عم بتساوا عم يتعالج ومش عم يتعالج وكيف ردوا تفعلهن إيش لأن هذا هو مجتمع هذول اللي يطلعوا بالآخر يرجعوا لبلداتهم لزوجاتهم لأولادهم للمجتمع كامل هاي عنا التركيز أكتر تعرفوا وين في طام نص من السموم ده خارج السجن وكأنه مراكز في طام بس هاي مش على الأجندة كمطلب لا بتلاقي الأجندات هي أكتر شعرات كبيرة 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 والتفاصيل اللي هي إلها تأثير بالآخر على تنفيذ جريمي أولى هاي الكل مهملها اللي رح أسأله يا رب يكون فيه إجابة عليه وهو فقط كالمقدم هي فقط للمثل وسمعنا كثيرا يعني في السابق على حالات اقتحام صرقة بيوت وقام صاحب البيت بإطلاق النار على الحرامي أو على الصارق وهذا الصارق تشكى على صاحب البيت وكسب القضية فهذا المثل هل ينطبق فعلا على الأشخاص الموجودين داخل السجون هؤلاء هل بيحق لهم باختصار شديد اللي بدي أسأله إنه يتشكوا على إدارة السجن أعطوني حقوقي البسيطة والكاملة ناحية قانون طبعا بيقدروا بيقدروا وعند الإمكانية يقدموا التماسات ضد السجن وحتى كمان دعاوى شو المشكلة يقول أنت داخل السجن السجن بيقلب بيتك بيكون في علاقة مع السجان مش بس أوامر وأنا أخضع لأوامره زي إنه خض وأعطي يعني ومعروفي لدى كل السجنة باللحظة اللي بيكتبوا هذا الالتماس إنه أنا بدي أنقل لسجن تاني بعيد هذا السجن بعيد عن أهلي فهني بيخافوا حتى بيفكروا مرتين إذا هذا الالتماس يطلع من السجن عادة السجان بو يخطبوا وديه على البريد ماشي بيخافوا يعملوا هالشغلة لحتى ما يخربوا العلاقات الجيدة اللي بقيت مع السجان ولذلك الإمكانية إنهن يلتمسوا مصبوط قانونيا بيقدروا بس على أرض الواقع كتير بيخافوا لأنهن عارفين إنه الالتماس مش رح يحدد باليوم يوم ممكن يأثر سلبا عليهم زي أنت والمشغل تاعك فبتصير تغضي النظر على الشغلات بس يا عمي ما اندى ظني أشتغل عنده تشتغ طبعا فمنطر أني شوي يعني أتنازل عن أمور مش رح تشك علي على كل شغلة وكلنا اشتغلنا عن المشغلين ومنعرف في أمور قصورات كتير وبيأثروا بس بروع المحكمة كل يوم وتاني لا فبتصير تبلع لأنك دكت لأنك عارف حالك دكتبقى بهذا المحال نفس الشي لدى السجين وين المشكلة الأكبر ما عندك مؤسسة من برا اللي هي اختصاصها تأخذ تلفون من السجين يقولنا عندي هاي المشكلة أنا خايف هقدم من هون تبعث محاملة عنده يأخذوا إفادي والمؤسسة تشتغل بشكل ممكن نقابة المسجين يعني هيك مؤسسة عبير شاب طبعا بكل دول العالم مؤسسة خاصة بس في حاجة فيه احتياج يعني إحنا مش عم نطلب إشي ترفيهي للسجين صحيح ما حكي على احتياج حتى فيش عندك داخليا أي منظومة رقابة عن جد جدية من قبل الحكومي من قبل على السجن ما عندك أي آلية الآليات هي بس محكمة ونحكي عن الأمور الموجودة اللي تحت السجاد عم نحكي عن الفساد بشتى أنواعه اللي ممكن يكون داخل أربقات السجون حتى عن مستوى السجانين طبعا طبعا هاي بكل محل زي أي مؤسسة بأي مكان في العالم مشكلة في إسرائيل بس الإشي البارز ما عندك أي مؤسسة قانونية لحقوق السجناء بكل دولة اكتب فينلند ايش بطلع لك مؤسسة اختصاصة بأمريكا بكل ولاية عندك أكتر وفيه كمان بتلاحظ لما فيه مؤسسة وبتشغل وتمويلها جاي لهذا الهدف فعندك كمان بتلاقي برودكت بتلاقي منتوج يعني فيه قرارات جديدة فيه موضع فالإشي كمان انتو جدران السجن تنفتح أمامك وبتصيرو كجمهور تهرفو شو عم بدور بين الجدران هاي طالما ما فيش هاي المؤسسة فانتو بس انه يكون فيه على الأقل بالمستوى الأول مطالبة مطالبة لهيك مؤسسة لما اليوم أنا بقدم خطة عمل للجهة المسؤولية أنا مش عارفة أحد دي دا تحديدا مين انه تعونا شوف كيف رح يكون المشهد لما موجودة عندي هيك مؤسسة اشيان أولا ما حدا حطت الموضوع على كسلم أولويات لأنه الموضوع مش مغري سجناء ما حدا بحبن المجتمع نفسه من ناحيته أشغل سجق واحد كان بالسجن وواحد ما حدش بالسجن نفس الكرة انت فاهمي فعندهن النظرة المسبقة أنا ما بديش بديك بس حدا اللي كان بالسجن وخرج وبدو يساعد السجناء هذا ممكن يفكر يعني عنجا تفكير إيجابي يساعد وعندها بس بكونوش عندنا المقدرة المادية يديروا مؤسسات أو يقيموا تمويل لهيك إشي من خارج البلاد كتير صعب التمويل نفسه كمان فلازم حدا مع نفس طويل يجيب تمويل وتجنيد أموال ولكن هذا موضوع اللي لازم يطرح يعني لازم على الأقل بالمؤسسات الموجودة خلي يكون عنكم قسم بس لحقوق السجناء خلي وكمان بإشي ثالث المحامين احنا احنا الواحدين اللي نقدر والعامل الاجتماعي ما قالوا نفوت على السجون بشكل مريح مش الكل بيحب يزور سجون زيارة السجن هي إشي مضني أو إشي مسافات بعيدة ساعات انتظار عديدي وكتير مرات بتوصل بيقول لك بمفعش بدك تستنى فمش كتير فالمحامي أفضل وخلصوا معه رخصة يعني بيشتغل حوادث طرق أمور تاني اللي ما بدها بيضلوا بالمكتب بروع المحاكم ما بده كتير يعني جنائي حتى الجنائي هقل من السجن المحكوم لأنه الجنائي بيزوروا أكتر بمحلات المعتقلات محطات الشرطة السجناء المحكمين هدول عادة هن المنسيين عمليا حكمتوا خلاص سياكوا بالسجن هدول اللي لازم نفتح ملفات هن بمفهوم قبل ما يطلعوا نحاول نعمل إشي لحتى هن يطلعوا بشكل أفضل والمجتمع يستفيد منهم بشكل أفضل فكرش الدولي كمان معنية بهذا الأمر يعني كمان نغتنشر الجرم وهي التفاحة الفزدان يتخرب كل الصحارة الكبيرة وكل هاي هذا لا فيه مصلحة على الشرطة يضل في جريمة مفهوم طبعا يعني فيه مصلحة مش إنه مش رحي بالعكس إنه يضل فيه عشان يقولوا يا إحنا اعتقلنا بس أنت ما حلتش الجريمة لما تعتقل يعني ممنوع تكتفو في إنه والله اعتقل المجرم ساعتها آه عم نعالج الجريمة إلا بالله بدك نقاط بدك معاش أنت بعادة الجريمة عنك بعادة المجرمة عنك أول مشتبة صحيح بس بعد هذا بعد عنده البوتنشيل بعد عنده الإمكانية القدرة الكاملة موجودة عنده يضر غيرها وغيراتها لزوجته أو غيرها فبدك تمسك هذا الإشي وتحاول أنك أنت تلجمه بشكل اللي يحسسه إنه على الرغم من شو عملت باعت فيك إنسانية باعت فيك جزء اللي إحنا مآمنين فيه بدنا نطوره عندك لأنه كل شخص فيه جانب إيجابي يعني قد ما يكون سيء أعماله فيه جانب إيجابي اللي ممكن تطويره رائع صحيح صحيح أحتي لنا الفرصة نكون جريئين ونفتح هاي النافذة من خلال برنامج صباحنا غير لأنه إحنا كلنا منفكر بأنه الشخص المعنف أو اللي كان موجود بالسجن إن كان مجرم أو أقل هو مش أهل إنه يكون موجود معنا ما منحب نشتغل معه ما منحب يزورنا بالبيت ما منحب نقعد بمقه نشرب معه يمكن هاي واحدة من الأسباب اللي بتخليه يرجع على هاي الدائرة يعني بتأمل إنه الواقع يتغير للأفضل وشكراً على إجاباتك المهنية جداً والإنسانية أيضاً شكراً لأي لك حمي يا عبير بكر شكراً شكراً لك يعني رائع الإحساس إنه إحنا مقدر نساهم بإنه يكون مجتمعنا أحسن صحيح ومرات يكون المجتمع أحسن آه إنه شوي نغير بأنماط تفكير اللي كانت مترسخة بي ذهننا سنوات وسنوات ووقود إشي مش سهل وهذا كلها تبنتج من القراءة والتفقيف فحيح وعشان هيك حضرنا هذا التقرير وإذا بدنا ننشئ جهيل كامل قارئ مثقف لازم يكون من الصغر اقرأ تنجح مبادرة تحفيز الأطفال على القراءة اقرأ تنجح تحت هذا العنوان تقام هذه المبادرة في 33 موقعاً مختلفاً داخل البلدات والمدن العربية بالتعاون بين بنك العمال والمجالس المحلية التي تحث الجيل الصاعدة على المطالعة والقراءة بطرق محببة أهلا وسهلا فيك وشكراً على التغطي لبرنامج إقرأ تنجح معرض الكتاب الكتري اللي بتكيمه مكتبة العلم والمعرفة بشكل خاص بالاشتراك مع بنك العمال مدار عدة سنوات المشروع جداً ناجح ونشكر الله مكتبة ربيع موفق خوري بشكل دائم مبادرة لمعارض الكتب الكترية طبعاً ملاحظ بأن الأهل فيه توعية وفيه دائماً تنقول نوعية الكتب اللي هي بتكون متواجدة في معارضنا بيكون فيه إقبال جداً حلو من الأهل على الكتب اللي هي موجودة الكنز المعرفي له أهمية كبيرة لا تتبدل رغم تطورات العصر الأمر الذي يدفع مؤسسات مختلفة للدفع بمثل هذه المبادرات لتقريب الجيل الصاعد من الكتاب الكتب هي تغريد نجار كتبت لها رسالة أني بحب قصصها وبحب أني اقرأ قصص طويلة قررت قصة اسمها قبعة رغدة كثير حبيتها وهذا هو الإشي اللي شجعني أني اكتب لها الرسالة هذه المبادرات وغيرها التي تدمج ما بين الطابع الثقافي التعليمي وتحفز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الحكم المحلي تعود بالنفع على كافة الجهات وعلى رأسها الشرائح الناشئة التي تبحث باستمرار عن فرص التحفيز العلمي شكرا على هذا التقرير وهو أكثر من مهم هذا التحفيز العلمي ومن الصغر في حشرة في الاستوديو فاتت اليوم وبدهاش تطلع التطقيف مهم للأطفال وكتير مهم لإلنا أنه ينكشفوا كمان على مواد ومحتوى اللي عن جد يوسع أفاقن طبعا ويخليها جيل اللي هو مثقف واعي عنده معلومات ثروة لغوية كل هاي الجوانب ورؤية مستقبلية يكون هذا أطفال أكيد ولا يعني بدون أدنى شك أيضا أنه في المسرح هو أب هذه الثقافي وهو بشمل التطقيف وأيضا القراءة وحفظ النصوص وأيضا الأداء وكل هذه المواد وأنتم مش عارفين من عم بتطلع علي بهذه اللحظة اللي أنا بشكل صادق أنا ما كنتش عارف أنه صديقي العزيز جدا الفنان المسرحي المخرج الممثل أي من نحاس معنا اليوم واللي عم تطلع علي هي زيزي أو عم بتحاول بتغرينا دريد حياتي هاي عيد عشاق سعيد عيد عشاق سعيد زيزي حياتي أنت دريد هاي زيزي دا كنا حلاً على دريد أيوه هيوه من أكون حد دريد بنفعش كوني حد دريد برنامج جايين استضيفوني أنا بالأساس ليه لأنه إحنا جايين عندنا على البرنامج عصباحنا غير دا عد حد دريد دريد حياتي هاي هاي مش شيفتيني يعني أنت أنا نظرق مش جايب لقيلي بس تكتفاضي حد دريد شوفي جمالها يا زيزي حلوة كتير عفكرة آه يا حلوة شفتي شفتي لأت أحمر زي أحمر طبعك لازم نضبط زيزي أنت إسا كمان شوية منتوجه لأي من تمام زيزي تعني أنت عنلك بعينيها تسبلي تفهم طالعا طالعا زيزي وين كنت مبارح دريد دريد متجوز وين كنت مبارح بالليل أنت وين صهراني ولأي سيعة أنا صرت متأخر نبارح عن جد لحالك لحالك أنا والوردات أنتو مين والوردات والوردات شو رومانس أنت يا الله عدت أحضر نقطة العشاق الوطني كان في مطمرة العشاق الوطني آه إلا كل الليل وين هذا كان دوارسو أبوارسو مين العشاق لا تبت الموضو غلاق نتنياهو نع ستين وآحد كان عندهم كتير حب وعشقة حنان آه مع مع الوزراء العرب طبعا في حالة عشقة وحنان كتير حلو حياتي دوريد آه زيزي لا لا أبدا وبتسبب لي زيزي أنت وين تبلشت الشغل مع عيمن أي شغل أنا دوستغلش أنا عادة حياتك مش طبيعي تخضرش أنا عادة عيمن طيب أنت روش ويا صغيرة إحنا هون على البث حيبة أنا بث مباشر إحنا على البث عيمن تماما شايفين الناس وأنا بعرف مرتك عم تحضر أيمن مرتك عم تحضر مرتك عم تحضر تعرف أنه مرتك بتخلينيش أقعد مع زيزي الحالة باستوديو ببداية العلاقة مع زيزي بلدي دايتها ونهايتها طيبا بلدي دايتها كانت هقعد بالستوديو أشتغل أنا وزيزي وكانت مرتك تقول لي طبعا أنت تمام غاد يا الله شو جريئة زيزي جريئة بلبسها بمكياء بشعرها رموشها أحلم نرموشي لا أنا هيك بقبلي شو جريئة والأحمر وحبيبتي حبيبتي حبيبتي طب ما حكيت ليش مما أنت بديت العلاقة يعني من سنة من سنتين قدت سنة تقريبا من سنة لأ قيتها على الإنستا على الإنستا وعملت لك بلوك بتذكري أه حطيت اسم مستعار حطيت اسم مستعار لقطتني من جاهة تاني شو كان الأسم المستعار يا زيزي إذا أنت اسمك هو دلع طائر الحب مش زيزي إلا إلا حطيت اسم تاني مش زيزي أي واحد نذكره آه حطيت اسم أنا مش زيزي زيزي اسمعيني تعال ركز شوية صغيرة معايا لو سمحتك ركز حياتي أنا ركز فيك على آخر أنا ركز فيك قول لك إنتي إنتي هل النظرات شوية أشوف عن جد جريئة لونيك ونفس اللون عفوتي نيحي نيحي زيزي اسمعيني شوي إنتي بديتي عملتي عرض مع أيمن نحاس الفنان الممثل اللي إنتي على حضنه إسه شو كان اسم العمل آه لنان ليس الغحيد لكنهو الأطول 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 بس إنتي أحكي لي كان فيه ما قبل هيك إحنا رح نسأله كمان شوي عن مصرح الطفل والعمل مشديل تبعه كل هاي الأشياء تطلعيش علي بهاي الطريقة أنا لحد الأطفال هي زيزي كيرا بتحب الأطفال واضح واضح بس لحد الشغلة واحدة إياش بتحبيش لما إنا يريلوا علي طيب لما يريلوا ساعد واضح طريد أنت نصنح لك تريل علي يا رات نحن على الهواء نغنيلو غناي نغنيلو يلا رأييلي يا غزين بس إنتي عجلت بتحب الأطفال أه كتير بس معارش أنا أول مرة معرفت بتحب الأطفال كتير لحد الأطفال بأي جيل 35-36 هذول الأطفال زيزي أحنا إشها جيل بطفولي طفولي نتأخري طب أنا طفلي بجيل 35 لش مش حاببتيني حياتي أنت عالك 35-40 آه غلطت فيك هون غلطت وعلا هلا شكايد هذا كايد زيزي عمدني خف تعرف أنه عفاف أصحابي وخية خرجة عفاف خية معدل مش مش بدي خية مع عفاف شخصية أية شخصية أية الموجودة على المسرح بعرض أيمن خية ودكتور سليم فهدول زملاء زيزي في المسرح وهذا اللي كنت من شوية صغيرة قبل ما ننتقل لأيمان شو شعور زيزي لما بيكون بتسويري مش عهد شو شعور زيزي لما في كمان شخصين تنين معاك على المسرح أحلى إشي آمنين أتقول لك شغلة درية حياتي فيش غيرين عفاف حياتي عشان نتزعليش خيتها 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 إنه أنا أحس إن أنا ننيزي لأن أنا كلا صلية حلوة وروحي ومتصالحة مع روحك أنت ومع ذاتك أنا داخلي نح حالي أنا عينوني طيب رهوء شوية زياري عينوني طيب عشان هيك إنه الكل بيعطيك اهتمام وإنتي كمان بتحكي أشياء كتير مهمة صح على الآخر بتعرفون زيزي أهم الوحيد إشي كتير مهم شو أحكي 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 إيش بتحب أنت تقولي بحل السياسي بتموت على السياسي والله بحل تكي السياسيين دخل على الشعب وفي أشياء كتير دين الشعب والسياسي والشعب كله رايح من حلات سعدي والسياسيين دي اضحق علينا بس إحنا بنحبهم دعيد العشاء طيب أخو صحي زيزي عنده رزرة كتير خاصة للحياة حسين حسين أكتر شخصية بتحبه هو إنسان معروف جداً عالمياً مين مين احكي أنت مين زيزي مين توتي 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 دودي مين توتي دودي دونالد دونالد أكتر واحد بتحبه ودونالد ترامب نرسل التصريحات دونالد علي خصصاً هو المودي ولك مين المودي دين سلنان أم حمد بن سلنان الله يخزيك هذا كله على الهوى هذا هو الانتقاد الساخر الستيري البرودي المصرحي اللي عم بيصير على الهوى وزيزي جريئة على فكرة دي سكر ستديو ناراي إن شاء الله لا يمكن تتلعي من هون انت مع كلبشات إحنا بي أحنا بي أحنا بي شكلت شات لأ كلب شات يعني بسجن للأسد آه لا 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 إيدي حطي كريم عليها زيزي تسمحي لنا شوي ندردش مع أيمن بدون ما يكون إليك خلاص ثلاث دقائية مش أكتر عن جاد يعني أنا بقول تروح تشبليك فنجان قهوة وتصحص ثلاث دقائية إبن الشير أحنا بحكي أحنا بحكي أحنا بحياتي أيمن أحكي لنا أحكي لنا قصة زيزي اللازيزي شخصيتها معالم شخصيتها لش مهمة أنا شوي بس تحكي عليها قدامها فبغدر أروح أخط بجعوم هيك تشرب قهوة عم تضغط طبعاً بتحب حدا يساعدك ممكن أنا زيزي تعودي هون عجانب أنا أحطيك آه هون نيح طيب يلا بس أنا بقول المخرج يعطي لتصوير عليكو منفع يتصوير عليكو أنا أكرم بي التصوير عليكو وأنا شو اسمه أنا بخفف من قرر الساحر شوف دوريد أنا أقالك لك أيوة هناك ممتاز هي كبير نعم أيوة خليها مرتاحة زيزي أشتر مينة في الجارة أهوي أي من نحاس صباح الخير صباح الخير أريح تابعي عندي أتين أريح نجل من جريئة كتير بدك كوردنيشن كمان تتعامل مش بس إنك بتحكي مش بس مش بس إنك بتحكي مع الله تسأل علي وتشتألي نانسي وخصوصي لما تحار تغمرني غمرة عغفلي شو بفرح لما تنتهلي تسأل علي وتشتألي وخصوصي لما تحاول تغمرني غمرة عغفلي شوفت عينك شوفت عينك أنا من دونك ما فيه بيني وبينك بيني وبينك حالة تعيش مش عادي صباح الفور نانسي صباح الخيرات أنا أصرلي أشهر بالشاي في صديقتي الحبي نانسي حتى بعد مصارت ماما حلوة أنا بعدني مش صايفتها فقلب كتير عم بيضاء شكراً مصطفى معنا قصي عالمفاجآت الحلوة بهذا اليوم كده بدوب الصدقتي نزول نانسي هدك دونالد صباحي حلوة صباحك بالخير ما أجمل هالمفاجأة حبي فالنتاينز نانسي نانسي هي السنة في حب النوع آخر بحياتنا ألف مبروك نانسي يوسف الحلو شكراً شكراً مظبوط حب من نوع آخر كتير كنت حابة أشوفه بس عن قريب رح أشوفه عن قريب ياتبرق عن جاتبرق برق السباح أهلا وسهلا دي عمرو صار عمرو صار كتير صغير عزيزي صغير عزيزي قريب تلاتة شهر كمان نسوي مراحة التدريع اه 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 طيب نانسي نانسي كل يوم بتغنيله ولا لأ؟ شو كل يوم؟ قل دقيق كل ما هو فاي ما غنيله واي أكتر أغني بتغنيله إياها؟ اه لا ما هو فيش أغني معي يعني فيه تخترع كلمات وماغم هنا وتلحن هنا هو كمان على فكرة أنا أكتر أغنيه أغنيه البلد وأنه صغار يلا تنام يلا تنام بس مش أغنيه كانت طلب وأمر يلا نام يلا نام بس أنا كنت أخضر على فكرة أنا أنا لأولاد كنت أقعد أهللهم وأنه صغار وأختر تذكر؟ مرة وصلت لدرجة غنيت لهم بس كنت أرجل وكان عندي أغنيه بحبة لليوم اللي هي كنت أمسك الطفل وأغنيه مثلا هالشباك وحي المنظر بيت مفتوح تصير فجأة والبابلون وأبيض يلا منأخذ أفكار تحليل تحدى أنت عم بتساوي أه هي البابلون وأبيض ضو الصالون ضاوي يلا تنام يا بابي وصوتك حنون أيما كان ينام لازم أكوب بالزبالي كان هاي هاي كانت تنام ونغرك كان يطلع علي هيك وكبر بسرعة عشان ما أغنيه فجأة تصير مبدع وخلاق ننسي نحن اليوم ما يسمى بعيد الحب أو يوم الحب ونحن بنعرف الحب هو حالي ومش بس الحبيب أو المعشوق والمعشوقة يا أيمن وكمان نحب الأم وحب الذات وحب الأطفال ومحكي شوي على هاي الحالة الحلوة قداش بتساعد الفنان انه يكون مبدع وحلو صوته حلو زيه ويتحفن اليوم بأغاني حلوة هي حالة صعب الواحد يوصفها بكلام اللي عنجد يعطيها حق وبالفعل زي الحكي اللي عم تحكيه انه يعني عنجد الإشي بخليك تبدعي بخليك تفكري بطريقة ما كنتش تفكري فيها من قبل بتكتشفي جوانب فيك اللي مش عنجد يعني كنت تعرف لأنه موجود فيك وبهاي الأول حلو اه يعني انا إسا حاليا عم بستمد التاقش منه لزوزو يا الله يحميه رب يوسف أم جوزيف هو جوزيف يوسف يعني كيف الأطناع سمي يوسف دورة بصف جوزيف وطنقا بالإنجليزي بالتيني بالعربي وزوزو بالدلع عندما انت جبت اول ولد وليد يا أبو وليد وبعدين كملت لكمان نور ورد نور ورد كمان ولدين صار وثلاثة الله يحميهم الحمد لله توجهك للمسرح وللكتابة وللإخراج اختلف عندك صار فيه توجه مختلف كيف ما نانسي حالة العشق والحب صارت من نوع آخر عندها وبفكر قائدي لحياتك صارت هاي الحالي أول شي صرت أشتو أكتر عشان أهرب من البيت عندي شغل من هنا فيش عنديوك كنش جاء لا بس بالأساس آه يعني أول شي من ناحة استانداب كوميدي المواضيع صارت تتغير حسب ايش بتعمل حسب ايش بتحس تجاه ولادك يعني غير الحكة عن الولاد صارت نكتك أكتر للأباء والأهالي والمتزوجين بهذا هو لما انت بتحكي عن واقعك فانت بتجيب واقعك كانو خواهب أغلب متع نقول 80% من حياتك اليومية هي عبارك أبو الآن بصير تغمان تطلع عليهم إسا وبعدين والمستقبل بصير أشياء تحمك بالحياة من نجهة نظرهم مش بصف نجهة نظرك أنت تانيا بمسرح الطفل بصفك أنه انت بتقول هدول اللي بديهم يحضروا مصرح الطفل هدول بديهم يحسوا الأشياء وعليهم بجربوا وعفكرة أنا كل أعمال الأطفال اللي عملتها بعد ما خلفتهم أصلا ممكن عشان يخلفتهم عشان أعملوا عليهم تجارب تجارب اللي هي كأنه أفحص المواد أفحص الأصص أفحص الأشياء ويحضروها وأسمع رايهم وفعلا مرات عندهم أراء بهذا الجيل اللي أنت بتقول واو في أشي كان نظرات ملاحظات بسمعها من أولادي هلقد صحيحة غير الإحساس تبعهم حبينا محبناش توصلنا إلى أخرى صادقين أكتر من صحر يعني بملاحظات صحر لا صحر أكتر شي صادق صحر هيك بهادل شوقتني أي من شوقتني أوكي إسا بتوفي بكربسو أنك حلو الغناج العاش إسا مثلا عن جد إسا مثلا عرضوا علي غناج قبل ما أفوت أشتني أغنية إن شاء الله يعني رح يصير في التعامل مش أغنية فكثير هيك متخطة يعني أخدها ما أخداش حلوة مش حلوة شوقتني إنه ممكن زوزل قدامي ساعدني أختار أنا متأكدة إنه رح يساعدك لأنه من جيل من هو بطنها بتغنيله فرح يكون عنده أظن موسيقية وحس مرعب ورح يكون اختياراته صحيحة بدناش ناخد السكوب وتتحكين تفاصيل أكتر بدناش نضغط هو بعد فيش إشي يعني إنه أكيد لأحكيه بخصوص الغنائي أكيد بس في كتر إشياء أكيدة هاي السنة إن شاء الله رح يكون يعني تكون مليانة بالنشاطات الفنية صار مرتب لك جداول ب2019 صار في أعمل من هذيك السنة حالو فهيك يعني ما صدقت إنه خلص يعني أرجع على الحياة الفنية وراجع بطاقات كتير حلوة بداية ما حفلة اليوم رح تكون حفلة بمناسبة الفالنتاين بكفور ياسيف بمطعم ليالينا فرقة موسيقية عاسفين جدا رائعين أجواء كتير حلوة رح أغني فيها أغاني طبعا رومانسية وطرابية نيال اللي رح يكون موجودين إحنا ليه ما نروحيش تعالي لو سحنا نتنوره بس نخلص بكير شغل بس إحنا بنفع نسمع إشي قصة منك بنفع أش حابين تسمعوا مش رح أسألك شو حابب تسمع أنا حابة إشي مش رح أسألك السؤال نانسي قبل مع تولد يوسف بفترة كتير كتير قصيري رفعت فيديو أغني لسيدي فيروز وهي كانت مهدع لزوزو بنفع نسمع نفس المقطع شايف البحر شو كبير يلا عشان الدنيا صباحة ساقصور هلا ننسب التليفون شايف البحر شو كبير كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيدي بعيد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك سعيد روحك يا الله أصورك غنيلي تصورني وأنا أسمع وأنا أسمع أسمع يسلم هالصوت بجد يسلم هالصوت طب مفكر تروحي ولا لا يعني الليلة لسماعنا دعو إذا اليوم سحقوش في بعد كتير نشاطات إن شاء الله إن شاء الله ما شاء جزء مني نفس التاريخ نفس التاريخ نفس التاريخ نعم بسير أيمن شو عامل جاي أسأله شو تحضراته لا إيش لا إيش إيش فيه اليوم في عيد الحب أنا بحبش يعني ما بحبش بتعملش مخالص بالنسبة إلي يعني شو عيد يعني نجد فش ولا أنا عشان إيك مخصوطة نانسي نانسي صباح حكيت مع زوجتي يعني ما في الظب فش عندها يعيد الحب وبحب وأبصر شو كانوا بالعيد هذا كانوا ممكن أقول بحبك اليوم أو بجمعة الماضية أو ما أقول لاش جمعة هالك من صبيه لصبيه إذا نخد صحر زوجته ألف تحية لإيلها صحر زوجته لأيمن ممكن يكون مقبول على أي إمرأة بالعالم إنها إنه جوزها أوكي ما يهموش عيد الحب فيه إيك إشي طب أنا شخصيا كمان يعني يعني إذا أحكي الصراحة كمان مش هلقدي بعنيلي يعني عيد الحب لإنه من ناحيتي اللي بدو يحب بحب كل يوم إنه مش رحي مستقبلش أحكي هتلحك لذي أنه عن شدي يعني مش هلقدي بعط الموضوع الأد أهمي أنا بدي أفكر بصوت عالي ودي أسمع رأي نانسي برؤية أيمن بهذا الموضوع ليش هلقدي إحنا ظلمين عيد الحب طب مثلا مثلا عيد الأم كمان إحنا منحب بإمياتنا كل يوم بالسنة بس بهاليوم منقدم لها كلمة حلوة منقدم لها ورثي لا أجل إحنا مثلا أنا شخصيا بحكي عن نفسي إنه طبعا رح أحب جوزي اليوم وكل يوم هقوله إنه محبه وهيك بس يعني كل هاي قصة الدباديب الحمر والإلوء وأنه سطحنا أخذ مالا محل شخص كل شيء بصير كل عيد أصلا عيد الأم استهلاكي كمان صور يعني شوفوا قديش كميات الإعلانات اللي بتطلع على الغسلات والجليات بعيد الأم مش معقول الاستهلاكي والله بحكي صح مضحك بس بحكي صح وبالنسبة للآم أحسن نقامل هذي يتاكي وفترة من هنا ما حديشت في جليات بس سألونا شافي بس نتاف لا ومحلات الدباة كمان ودهب كنصار ليش استهلاكي السلحاء مش على عيد يعني حق مش على عيد الأم ولا على الأم ممكن على أم اللي هينو محل أواعي بس كأنه هو عيد للتجار عيد للمحلات اللي بتستغل مناسب عشان يعني السلحاء مش عليهم أنا شغلتهم يبيعوا بالأساس بس إحنا صرنا نربط الأشياء كلها بالاستهلاك يعني عن جد أعطيكم مثال صغير أولادنا على عيد راس السنة أو الفترة العياد اللي كانت اتفقنا خلنا مع بعض ونحن نهدي بعض أشياء شغل إيد إحنا نعملها يعني إيه كتبوا مكتوب يرسموا رسمة نعمل إشي والأخير وهيك صار كأنه مكانش فيه هدايا كان فيه لعبة يجب إشي إبداعي بس كأنه تكتب إشي تدرج على محل الإشي شخصي إشي عاملوا إنتي إشي إنتي مقدموا من جهدك حتى لو إنه عبارة عن خربوشة وردة بالنص وعملها وكاتب عليها بحبك أو بحبك أو ماما أو الأخير ففيه إشي كأنه بعدم الاستهلاك يعني استهلك إشي اللي إنتي بحاجته باستهلكش لأنه في عيد تاريخ 14-2 و 21-3 مرة كان عندي ستاندوب وقصت ليه عملي عيد لأم 21-3 وبداية الربيع والورد رخيص وبداية الربيع والورد رخيص وبداية الربيع والورد رخيص ولا مرة رخيص وبعدين الاحتفال بكفر ياسيف والحب اللي موجود دايماً يعني الله يديمه عليك ويا رب أنت كمان وعيلتك وانت يا أيمن وعيلتك شو كمان ده أسألك آه كنت بدي أسألك على آه هو هيك دايماً أنا متعود عليك عشرين سنة والله أنا متعود عليك فعندك مصرحية جديدة مصرحية للأطفال صحيح عنوانها عملاق أمير الصغير عملاق أمير الصغير يالله يالله نروح نظرة ببعض عملاق أمير الصغير هي أول إشي كتابة تأليف قصة قصة عن قصة لتأليف نجوة زريق اللي هي كاتبة ناشا مش ناشا يعني أنه هي بلشت تكتب جديد عندها تلات أو أربع قصص وعملاق أمير الصغير سمعت مرة بورشة زي أطفال عملوها هيكي حكوها كقصة وحبيتها كتير وأبلشت أفكر فيها كمسرحية وبعد أسبوع النجوة بتتصلي بتقول لايمن شو رأيك تأخذ القصة تعملها مصرحية فتشوف كيف تتفكر بإيش وحدا بيقول لك حلو فعملاق أمير الصغير تحكي عن ولد اسمه أمير اللي بتخربط إذا هو كبير ولا صغير جايكي بزوزو جيل أربع خمس سنين اللي كأنه بتبدل أشياء إنه يلا فوت نام ساعة سبعة ونص ثمانة فوت نام لا بدأ أصهر أنت صغير بنفعش تصهر بقول لأهله تبدأ أنام حدكو جمكو وهو بقول لن بدأ نام حدكو بقول لأ أنت كبير تنام حدنا فالولد بتخربط إنه هل أنا كبير ولا صغير إيش بالزبط أنا وبكثير أشياء تاني بتقدر بتقدرش أني بعدك صغير تطلعش على السلم كل خربطات اللي بتحكي مع هذا الجيل تناقضات هل أنا كبيرت ولا بعدني طفل صغير صغير ببو أو أنا كبير أو أنا صبت عم بصير نوع تاني فأمير كثير بحب ومتعلق بقصة أليس في بلاد العجائب بحسب القصة الأصلية كمان اللي هي كأنه كمان بالقصة هي بتكبر وبتصغر موضوع الحجم الكبير صغير وبحلم على حلم أنه صف صغير بقلب جنينة عملاقة ولازم يوصل على بيته بلتقى هناك بحلزون اللي بصف صديقه وبصير رحلة لأمير كيف يرجع على البيت عشان يكون كبير أو صغير مغامرات صغيرة بقلب الجنينة مسرحية عملتها خيال ظل نسمع كهير شيقة خيال ظل تقنية خيال ظل سعدني كتير الفنان ومشغل الدمى وصانع الدمى عبد السلام عبدو تحيل موسيقى حبيبش حدي حنة الف تحيل الرسومات من القصة الأصلية وكمان تعديل للمسرحية شعب لوت شامة مين المحرك أيمن؟ محركين بالمسرحية هن طارق شقور وأروح ليح الممثلين جداد بلشوا قبل سنة يشتغلوا أصوات في المسرحية أهدوني أصواتهم عامر حليحل لنزري شادن قنبورة أيمن نحاس حكيت معه إجامل كثير كأنه كان فيه تجنب حلو تجاه العمل وصجلنا بستوديوهات مارون بيم في حيفا استوديو استوديوهات كزي هون استوديو والعمل عبارة عن جد عم بيعرض قدام أطفال بيجوا عم منشجع كثير أن الأطفال يجي يحضروا مع أهليهم يعني عروض مفتوحة أنت تيجي مع أولاد تحضر مع ابنك التزرب المسرحي وتحكي عليها بعدين نانسي بأي جيل مفاكرة أخذ زوزو بجد بأسأل أنه يبدأ يحضر مسرح مفكرتش من الموضوع لا بجد السؤال أيمن وانت بتنسحني بعرش السرق مفكرتش بس مثلا موسيقى يعني في أشخاص بروحوا على السنتين بكررهم للسنت ونص بتعلق بالإيش المادة المطروحة يعني احنا عم بيجوا عندنا ناس المسرحي معد من جيل أربعة فوق بس بيجوا ناس مع مدار من سنتين ونص وثلاثة بس أنا بقول لهم المسرحي معد أربعة فوق بس أنتوا طبعا بيحقلكوا جيبوا الولاد يحضروا بس بتعلق فيكم بكون الولد عم بحكي بقرف يعني أكتر مدرك للأمور اللي عم بتصير حوالي وبتفاعل حلو مع أنه نفس عم فكر بمشروع صراحة طريقة عبل شهرين فكرتو بعد وفكرة فكرة فكرة لأبني عمل عن جد لجيل سنة ونص سنتين دي أنا ما فيش كتير هذا اللي بدأ أوصم في الشاري مش فيش كتير يعني أصر مصرحيات أطفال لجيل سنة سنة ونص بتحكي عن مصرحية عشر دقائق لازم تكون طولة لأنه صحيح لأنه أنت بتشوف الأطفال كيف بيشوفوا بيشاهدوا شاشات التلفاز تعملوا عمل بسيط ممكن يتغير مع إشي يعني ففيه فكرة من أنه عم بدأ عمل لبحث لأنه تتعامل معيك إشي بمنوع تجيبه من المحل صحيح لأنه تكون فكرة في العمل النفسي والاجتماعي مع فكرة نجوى أزرق اللي كتبت القصة الأصلية تعمير هي كمان عندها بموضوع التربية هي مش بس كاتبة فكتير مهم العمل النفسي كتير مهم أنت أجدك توصل بالمصرحية كتير مهم اللي بيحكوا معاك أو اللي بيشتغل معاك بالطاقة من المصرح خصها مع الأطفال شو تأثيره على المترقي شو وكيف نوسطل هاي الرسالة أيها نتمنى عن جد هذا المشروع يبصر النور لأنه مهم وعننا حاجة إن شاء الله بالمجتمع لهيك إشي نانسي يعني كتير مهم أنه إحنا دايما منقول ربي أطفالنا من جيل صغير على أمور معينة مزموعة وحتى إن بعدا بيجي اليوم وقصة بس أبصروا النور شو الأمور اللي أنت حاسب إحنا بلش تقردت تحكيها مع ابنك وتربي عليها جو البيت أنا منهو ببطني كنت أحكي كتير إشياء إيجابية يعني كنت وبعدني يعني إله أو بشكل عام إله إله يعني مثلا كتير كتير بحكي معه مثلا حتى لما يكون كان مثلا فترة طويل عنده مغس واجع بطينو هيك فكنت أقول له مثلا أنت رح تمرق هاي المرحلة اللي حبيبي أنت أول أنت بتقدر من إيسا تفكير إيجابي ويعني بشغل على تقوية الشخصية تبعتم من هذا الجيل فيه ممكن أشخاص يفكروا الإشي يعني حرين بس أنا بقامن أنه لازم من أول ما يخلق أفوت له براسه التفكير الإيجابي يعني وهاي تقوية كتير حقصية مهلا حفلي لقلي قريبا نحكي عنها مستقبلا أيضا نحكي لنا هيك كتير كبير رح يكون أنا هاي السنة بتكون السنة العاشرة لقلي بالساحة الفنية صح فحب أني أحتفل بهذا الموضوع مع الجمهور حب نحتفل معي فرح أعمل إن شاء الله عم بشتغل على كونسرت اللي فيه رح أغني أغاني طبعا الأغانية الخاصة والأغاني اللي الناس حبتها بساطة يعني عرض من أوله لآخره نانسي عرض يعني أيش نانسي مرأة عليها مرأة عليها بالضبط خلال العشر سنين عرض ضخم فرقة موسيقية كبيرة إن شاء الله يعني شهر محدد فيه ولا لا بعد إحنا عم نشتغل على الموضوع إنه يكون بشهر عشرة شهر حداش إن شاء الله تجهيز كتير طويل معناته دي يكون كتير طويل تجهيزات وتحضيرات بالضبط صح نانسي أنا في أكتر من شخص سألوني وبعدنا ما لتقيناش بعد ما ولدتي فهيك ما سألت كيش كتير قالولي أوكي يعني غريزة الأمومة بتصير أكتر حقيقية لما الأنت تولد ليش نانسي ما في عندها أو ما جهزت أغنية للأطفال ممكن يكونوا صدر شعرين البلاد ببقالت تتعلم مع الطفل وصبروا علي وانا حامل وانا حامل هذا السؤال كان عندي شعور تفرط الواحد نحق وانا حامل بنكرش إنه كنت أحس بإشي شعور كتير كتير حلو وإسه كمان حاسي بشعور لا يوصف بس بعدني يعني بيني وبين نفسي مش حاسي جاهزة إنه عنجاد أقدم غناي اللي هي عنجاد حقيقية يعني لتوصف الإشي بشكل حقيقي الإشي اللي أنا حسيته والإشي اللي أنا عايشيته شوي شوي علي شوي شوي إحنا مستنع بس إن شاء الله في هيك فكرة في هيك مشروع وارد بإذنك تحضري إشي براسك عبارة ما نسأل أيمن عن تفاصيل شوي صغيرة هيك تتحفينا كمان بصوتك مجددان اللي أنت بتختاريه طبعا إسه بكت على التدريب عن المغس عن المغس أيمن خلصت مع مسرح خشبي عروضي الكبري كليات هيعطيكو ألف عافي أنا سنة ونص مش هوينات كل الإلكراملة لإلكو أنا أربع عروض من هنا حضرت وكل مرة كنت حيب بضلني بدي أقول لك خلص زوتك خلص جيش خلص جيش بس أنا حضرت واحد ورائع طبعا ودورك أكثر من رائع أنا كتير مبسطت ولليوم بعضه بضحكني وعند بجد بصدقا أنت وينك على المسرح هل فيه انتجات جديدة من تمثيلك لأنك شوي غايب كمونو أو بمسرح مفهوم مسرح الميدان شوي صغير وضعنا مش يمنح فيه أنا كتير بحلم نيح أنا بعرف أنك بحلم نيح مع الستاند اف مع الستاند اف مع العروض ومع المسارح المختلفة لكن عرض لأيمن أو ثنائي أو نعم أنا كتير مركز صلى السنين بستاند اف اللي هو عدتوني كتير مهم وبعرف وبالفعل ما أخذو كخط كتير أساسي وبحبه عم بطوره عم بطور حالة فيه والدماء عن قريب رح أبدأ شغل بعدني مش عارف وين تبص رح أبدأ شغل على العرض بس دماء ساعة وعشر دقايق كل سكيتشات مع دماء وصلي لوين الدراما التراجدية والدراما الكوميدي وينك؟ بالمسرح حاليا مش عم أفكر بيشي حاليا أنا عم باشتلع مرض الأطفال أخرجت وكتبت عم بركز كتير بالكتاب والإخراج كبريه كان كتير أعطاني اكتفاء ذاتي بالسن والنص الأخير كعمل اللي بتشتغله أعمال مصرحية اليوم أنا كمان بمدير فن لجمعية سرد اللي عم ننتج أشياء عم نقوم في عنا أعمال لممتلين آخرين ومخرجين اللي أنا مليش فيها علاقة يعني بلشنا قسا شوي بحث لمسروع معين ما بين لنا زرق والمخضر المكرم خوري طبعا اللي تعمل المساحة كمان لناس تنين يعملوا وينتجوا وإلى خير بأمنش أنه وانت بتعرف أكتر واحد كمان أنه أنت بتختارش قصة تعمل الأعمال أنت يا بتحس تتيجي يا حدا بيجب لك إياها بس بتقولش قصة هاي السنة بدي أعمل أنا ثلاث أعمال ولازم أسويهم إلا إذا بتنتج لحالك بس برضو حتى بتنتج لا تحس أجدك تساوي فيهم لا تحس أجدك تعمل فيهم أنا عن جد كتير موضوع ستاندب معطيني اكتفاء وحب وعن جد قوة وموضوع المسرح عم بركز كتير مصرح الطفل وعن جد كتير وعن بيكون مهم عم بستمتع فيه بكل طرقه وطبعا بلا شك رح يكون في أعمال مختلفة بس بوقتها كل شيء بوقت ممكن ييجي يعني من الوقت الصح ومش عم تعرف وغزرت الإنتاج محليا مش عم تكون كتير كبيرة وفي كتير من ناس عم بيشتغلوا وهذا طبيعي من تتمنى لك كل التوفيق والنجاح شكرا لأنك جيت اليوم شكرا على المفاجأة الحلوية لإلك ولزيزي كمان اللي كانت معنا من البداية رح أتحبك أكثر والفتحية كمان للنة ولامكرم وأنا ومكرم كمان كان للشرف أنه نشترك أنا وياه في القراءة الممصرحة اللي كانت ترخشها بعنوان ماعز من أسبوع فكانت رهيبة الفتحية لمكرم شكرا أيمن لحاس أجمل الفنان ننسي حوة نسمع منك هيك معاياتك إذا بتحبي لجمهورك وحبايبك أولى إلنا وبعدين نسمع أغنية منك المعاية دي طبعا بحب أتمنى أعيد على الجميع وأتمنى لنعيد حب رائع وبتمنى يعني المحبة تعم على الجميع وبس حبوا بعض حبوا بعض حبوا بعض طيب شونا نسمعنا بحب أهديكوا كمان أغنيتي بعرف لأنا كتبتوا لحنة لحنة بعرف بتحبني بتعشقني وبتموت علي تستنى اللحظة لتسمع مني شي خبري بعرف ما فيك تعيش من دوني بعرف إنك دايب فيه وبجنوني بعرف أنا بعرف ضحكت ضحكت إلك إدمان من دون بشع الأيام صدقني ما فيك تنام غير ما تغفى عيني بعرف 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 بيني صبيه متعزر في صح ضحكت ضحكت بعرف بحب منك بالذات اسمع أنا هالكلمات تنعشق نحب ندوب ونحل لابعدنا كل الساعات بعرف أنا ضحكت ضحكت الله نزوز نتأمل أنك تعرفت إش نحن نحبك نحب صوتك شكراً كثير أنك أجدت اليوم وفجأتنا هاي المفاجأ المفاجأ الحلوي جداً وقعدت هنا كثير طاقة حلوة كثير كثير كراً خير نحن تعيد الأم جاي طريبة جيدو شزيز جيب حدا تاني شكراً أجمل نحس نحبك شكراً 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 كثيراً صباحك بلمعش صباحي غير أنا صباحي غير إلا شكراً شكراً يا جماعة هاي كانت حلقة كثيراً ملانيا ملانيا حب ملانيا ضيوف ومنحباً بس ما انتهاش مشوارنا الصباحي بعد أكيد أكيد نشوف أنا بعرف شو الفيديو اللي محضر لقلنا بس لا بد أن نكون فيه جوى بس كوميدي الحب في عيون الأطفال آه بجد تعالوا نشوف كيف يشوفوا الحب وكيف بيقرأوا الحب أوكي أحب الناس هو كثير من الوصول يجب أن يشعر الأمر أو شيء كما أشعر أن أشعر حب كما مم أشعر كما أشعر 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 فكونوا أيضاً أنتم موجودين شكراً لحسن المتابعة ونشوفكم بحلقة جديدة بكرة وحالياً نصحتنا لإلكو عن جد نحب بعد بكل تأكيد صباحنا غير إلى اللقاء